أول ما جيت أنا لتركيا ما كانت الفكرة أنه حبقة بيها ما تشتعرف شي عن تركيا، ما تشتعرف لغة فالفكرة أنه كان موضوع مواقت وأطلع بعدين منعشت بيها وشفت المميزات اللي بيها كل شي هو المعيشة بلد كل شي بيه من ناحية فرص عمل من ناحية حياة من ناحية جو كل شي بيها مناسب جيت لتركيا بـ 2011، فترة 2011 هم كانت أكون مشاكل بالعراق وكانوا مستهدفين فريئة معين من الشباب فما شفت نفسي أني أقدر أبقى هناك أول ما وصلت هنا، أخويا كان عايش بإسطنبول كان همينا يشتغل بشركة فبقيت يوم واحد بإسطنبول وتشترد أقدم إقامة، فليس هناك إقامات غير إقامة اليوان الذي حصل إقامة يقدم اليوان فرحنا لأنقرة بعد أنقرة مباشرة نطلعنا مدينة اسمها سكاريا لا أعرف كل شي، لا أعرف ولا كلمة تركي صعبة؟ صعبة جدا تعرفت على شباب هناك، فطلعنا من أنقرة وجهنا السكاريا نزلنا بالأوتوغرام والسكاريا اللي هي محطة الباصات أريد نفتهم شي، نندل شي فنادق ما يضطونا لأن شباب؟ لأن شباب، أربع شباب ونحن أريد أن نأجر شقاق ونقعد ماكو فبقينا هناك بجامع وين بتجامع؟ بجامع، بقينا كيف تبقيته على هذه الحالة؟ يعني 3-4 يام تقريبا وبعدها نحلت أمورك؟ بعدها لقيتنا شقة، وقعدنا أربع شباب بيها ومناكو بلشت أنني أريد أتعلم تركي حتى أفتهم شنون وجودي بهذا البلد صحيح فهناك التعليم ما لتركي كان لازم نختلطوا بالنص يعني موضوع المعاهد أو شي، كان صعب شوية شنو أكثر شي خلاك تتعلم اللغة إذن؟ هو اختلاطي بالنص اي، بالأتراك اشتغلت بمزعة وهي الأتراك واشتغلت مخسر مع السيارات ما شاء الله عليك فهذه الأماكن هي اللي خلتني أتعلم تركي ليش؟ لأنه ما أكو قدامي غير الأتراك أنه أنا أعرف الكلمة وكان التليفونات مو حديثة مثل هسا كنت أرجمه شي شي صح فكان تليفوني دفتري أفتح الملاحظات، أكتب الكلمة اللي أسمعها بالعربي أرجع للبيت، أترجمها باللاب توب وهكذا قمت أجمع كلمات لمدة سنة كاملة بهالوضعية لحد ما تعلمت اللغة التركية